أهلا بكم مشاهدي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد وفي مباراته الثانية ضمن تصفية كاسيومة من إفريقيا 2025 حقق المنتخب الجزائري فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة ضد منتخب ليبيريا لترسخ الجزائر مكانتها كمرشح قوي للتأهل وتواصل صدرتها للمجموعة هذا الفوز لم يكن فقط مجرد انتصار بل كشف عن تغييرات تكتيكية جدرية في تشكيلة الفريق تحت قيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي اعتمد على خطة جديدة 352 والتي أظهرت فعالية كبيرة على أرضية الميدان ثنية والدفاع بين عيسى مندي ورامي بن سبعيني إلى جانب محمد الأمين توقع عادت عفوا الصلابة الدفاعية التي كانت مفقودة في السنوات الأخيرة هذه الخطة مكنت مندي من استعادة نوع ما من برقه خاصة وأنه تألق سابقا مع بيتيس الاسباني في خطة مشابهة عيسى مندي الذي كان ثقيلا في المباراة الماضية ضد غينيا الاستوائية عندما لعب كظاهير أيمن ها هو يتألق في هذه الخطة فيما ظهر بن سبعيني بشكل مميز كمحوري أيصر أحد أكبر مكاسب هذا التحول التكتيكي هو تحرير أيضا الأظهرة فأحمد فارسي الوافد الجديد للخضر بالإضافة إلى جوان حجام وكذا يوسف عطال ساهم كثيرا في الهجوم والدفاع بكفاءة عالية مع انتظار عودة أيت نوري لتعزيز الخيارات الهجوم أيضا أصبح أكثر حيوية وتنوعا خاصة مع بوروز أمينغويري الذي أظهر مرونة كبيرة في التحرك خارج منطقة الجزاء وصناعة الفرص وتواجدوا لعبين مثل زيا وسعيد بالرحمة الذي كان بعيدا عن مستوىه اليوم منح الخضر المزيد من الخيارات الهجومية وجعل اللعب أكثر إنسيابية وفعالية إلى جانب التحسن في الدفاع والهجوم ظهر خطه الوسط بشكل جيد مع تألق ثنائية أدم زرقان ورامي الزروقي للعلم أن الزروقي لم يكن أيضا في المستوى المطلوب كالعادة لكن الثنائية نجحت إلى حد ما الذين قدموا دعا متكاملا وساهمة في توازن الفريق بين الهجوم والدفاع إذن بيتكوفيتش رغم الضغوطات الكبيرة والغيابة التي يعاني منها الفريق في هذه المواجهة تمكن من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في التصفية الإفريقية الانتصارات المتتلية للخضر تمنح الاستقرار والهدوة تسمح للمدرب التعرف أكثر على قدرات لعبه في المرحلة الانتقالية ومن بين النقاط الإيجابية التي استخلصها في هذه المواجهة هي تألق الوافد الجديد محمد فرسي الذي لعب مباراة في القمة بالإضافة إلى أمينغويري الذي يثبت مرة أخرى أنه مهاجم حاسم بتسجيله للهدف الثاني في المباراة الثانية بالإضافة إلى بونجاح الذي سجل هدفا وبعد دخوله في الشرطية الثاني بالإضافة إلى ثنائية زرقان وزروقي التي نجحت إلى حد ما إذن بهذا الأداء المتميز والخطة الجديدة لبيتكوفيتش يبدو أن المنتخب الجزائري في طريقه هي الصحيح مع مواصلة العمل وتصحيح هيالة الأخطاء سيتمكن الخضر لمحل من استرجاع بريقهم القر شاركونا أراكم في التعليقات ماريكم في أداء الخضر في هذه المباراة وأداء كل اللاعبين وخاصة الوافد الجديد محمد فرسي بالإضافة إلى اللاعبين الآخرين عفوا شاركونا أراكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد متعلق بأخباري الرياضة وأخباري المنتخب الوطني الجزائري شكرا لكم على المشاهدة إلى فيديو أخر بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم